مركز الجهاز الهضمي التخصصي أحد أهم المراكز التي دخلت حيزة العمل في مدينة الإمام الحسين الطبية وبسابقتها الأولى في كربلاء يحتوي على غرف خاصة للأطفال مع السدق الفقرة بهذا الإنجاز في مدينة كربلاء اليوم طبعا في مدينة الإمام الحسين الطبية في كربلاء المقدسة فتحنا مركز جهاز الهضمي التخصصي هذا المركز اللي بداياته ومقدماته كانت من قبل أطباء أخصائيين على مستوى عالي قاموا بعمل جبار وكبير قبل المركز بإمكانياتهم العلمية اليوم بحمد الله فتح هذا المركز اللي هو طبعا مركز فيه شيء آخر مميز وهو فيه جزء خاص بالأطفال جهاز هضمي للأطفال طبعا هذا المركز ليس فقط لإجراء العمليات والاستشارية وإنما سيكون هناك إن شاء الله كذلك هو مركز لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية لأن هذه الكوادر الموجودة في كربلاء المقدسة يجب أن نستفيد منها استفادة كبيرة تشمع الكبد والنزف وأمراض معقدة في البنكرياسي والجهاز الهضمي يتم معالجتها بصورة مجانية ويحتوي على النواظير التشخيصية والقسطرة التي من شأنها التكفل بعلاج المرضى بصورة دقيقة المركز يستقبل المرضى المصابين بأمراض تشمع الكبد ونزف القنوات الهضمية والتضيقات في القناة الصفراء وأمراض معقدة في البنكرياس والكبد والجهاز الهضمي كون أن هذا المركز هو متخصص بالجهاز الهضمي ويضم أيضا النواظير التي هي النواظير التشخيصية ناظر المعدة والقولون بالأضافة إلى النواظير التخصصية التي هي قسطرة القنوات الصفراوية ومعالجة تضيقات وأمراض من البنكرياس والجهاز الهضمي عن طريق الناظر ربما سيسم افتتاح هذا المركز بتذيير عقبات المواطنين ضد أمراض الكبد والجهاز الهضمي داخل محافظة كربلاء وسوف تعتبر خطوة جيدة في مجال الصحة من كربلاء جاسم الهميم أتغير